ده معنا بروديكت بنتكلم عنه حاجة صحية فحيك الأول ادينا فكرة عنه علشان نعرف ايه مكوناته وإيه اللي حضرتك يعني شايفين مميز فيه عن اي بروديكت موجود برا ممكن نشوفه او اونلاين او نلاقيه في استخداليات او ما الى زي وده كتر جدا 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 وانا حريصة ان انا هايلايت او اوضح للمشاهدين طبعا مشاهدينك الكتير جدا اللي هما بيسقوا فيك جدا جدا فهنا منصة انا بقدر اتكلم فيها بثقة عن منتج مرخص من وزارة الصحة موجود في الصيدليات فهو احنا مغمضين يا جماعة منتج موجود في الصيدلية فانا وانا مغمضة هو مرخص من وزارة الصحة ودي بقى عايز اقول لحضرتك حاجة انا كمشاهدة ام زوجة اي حد قاعد بيتفرج دلوقتي هو مش ضامن الحاجة دي انا شخصيا بقى كطبيبة انا مش ضامنة انا بيتعرض علي منتجات كتير جدا انا مش صيدلانية انا ما روحت شفت حاجة هي بتتصنع طب انا لما اشهد على حاجة بجودتها وان هي امنة من اول سن 13 سنة صحية ما فيش منها اي مشكلة ده بناء على ايه ان هي مرخصة من وزارة الصحة وموجودة في الصيدليات فانا كطبيبة متطمنة ان انا رشحها للناس طب ليه انا برشح بيستة دلوقتي يعني دونه عن حاجات تانية لسبب بسيط جدا ان هو منتج طبيعي فعلا 100% امن 100% فيه قوة صلاسية ظريفة جدا وهي الالياف ان احنا دايما انت يعني الناس كلها اللي بتكلم في التغذية الصحية سواء شفات سواء طباء دي ما بنتكلم زوده يا جماعة في الالياف كله الياف كويسة دور الالياف ايه يا شيف سواء الشفان ودي من المكونات بقى الاساسية عندنا في بيستة الشفان ردة الامح وكشور السيليم ده منتج بيستة اللي ظاهر قدامنا على الشاشة وانا حريصة برضو اللي انا اظهره لسبب بسيط للأسف في بعض المنتجات بتكون مشابهة تستغل فكرة ان انا عندي منتج مرخص فبتدي اعمل حاجة مشابهة فقدر بسهولة خصوصا في الانلاين خلي بالنا في خداع شوية يعني فاحنا ده المنتج بيستة زي ما ظاهر هو على الشاشة موجود في الصيدليات والأسف ان احنا نطلبه انلاين طبعا لاننا ضمنين انه هيجينا من خلال الاركام اللي ظاهر على الشاشة انه هيجينا المنتج ده اللي هو مرخص من وزارة الصحة طب نتكلم اكتر ليه يا دكتور بنتكلم النهاردة عن منتج ده عشان زي ما قلت لحضرتك انه هو مكون من ثلاث انواع من الالياف الطبيعية الامنة طب دورها ايه بنعايز اقولك بقى مفاجأة تانية ان فيه ناس اللي بتجربوا ويكون هدفها تخص عشرة كيلو وبتخصهم فرنج شهر او شهر وازياد شوية بتكمل عليه هو كده باكتس يا دكتور هو ساشتس هي علبة فيها اكياس بنستخدم في اليوم كسين يوميا وده يعني ممتاز جدا طب الكسين يوميا بنستخدمهم ازاي افضل طريقة ان انا باخد الكيس وكباية من الماء او العصير او اللبن طبعا عصير بدون سكر ولبن خالي الدسم عشان ما بقاش انا بحل مشكلة وبوز مشكلة تانية فضروري جدا ناخد بالنا من التفاصيل دي عشان فيه دكتور احليب عسل نحل يا جماعة احنا جايين نخس بقى فبقى بعض الاسئلة احب اقولها دلوقتي يعني هو عشان اه دي حاجة طريفة جدا ان حاجة تنقللنا برضو اه اه مش قادرين يسألونا فاحنا نجاوب على كل الاسئلة بتدور في بالي المشاهدين فاحنا الحاجات الخالية من السكر او الدسم هنشربها قبل الوجبة بنص ساعة طب ليه بنص ساعة مش بعد الوجبة مش اثناء الوجبة لان احنا اتفقنا ان هي الياف طبيعية مالئة مالئة بتنفش بطني ما بتشتغلش على مراكز المخ وده السبب التاني ان انا برشح فيه ان انا باخد حاجة ما بتشتغلش على مخي انا باملى معدتي شوية زي الناس بتروح تعمل عملية البلونة زي الناس اللي بتروح تعمل تصغير المعدة عمليات جراحية كبيرة مكلفة جدا 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 طبعا غير كده اكيد مخاطر بالضبط كده مخاطر كتير جدا فانا بطريق امنة حضرتك بتشربي كوباية بتخلي معدتك اتملت بصورة كويسة جدا قللت احساسك بالشبع مش بس جدا الحاجة التانية اللي بقولك فيه ناس فعلا بعد ما بتخلصوا ده عندي عينين كم كبير جدا جدا بتنظم عملية الهضم حركة الامعاء واحنا خلي بالك تلت تربع المصريين عندهم قولون العصبي سوق هضم كلنا دلاتي بنشتكي من المواضيع دي فانا لما اخد منتج الياف طبيعية وفي معلومة مهمة حد بقولها بالمناسبة يعني هو سعره اقتصادي جدا فانا بقولك على حاجة هي هتساعدك في منظومة الهضم حتى لو انت مش عايزة تخسي تقدر تستخدميها حاجة هتخليك تحسي بالشبع لان تلت تربع المشاكل والشكاوى اللي بتجينا دايما واكيد كلنا عانينا شخصيا من الموضوع ده الاموشنال ايتنج انا زعلانا يا دكتورة فباكل زي الوحش الكاسر انا فرحانة وطايرة من الفرحة فبرضو بحتفل وباكل فاحنا قدرتنا على الاكل ان احنا ما شاء الله ناكل كميات محترمة للأسف مع الفرح والحزن شغالة طيب اي الحل ان انا ااخد حاجة ما تشتغلش على مراكز المخ ما تضر الصحتي وتنفع لكل الناس حتى الناس اللي عندها امراض مزمنة مريض سكر ضغط كوليسترول اطفال من اول سنة 13 سنة طيب هل دي اسبابي ان انا ارشح واقول للناس احنا ناخد بيستا كحاجة امنة اقتصادية هتساعدكم على الشعور بالشبع اللي هو مشكلة 3-4 الناس طبعا